الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على عشرف المرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتمي الناصر الهادي وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله ها نحن نرحب بديوف شيخ الإسلام بقيادة سمو الأمير أدو بايرو وشيخ الأعلامة تاهر بوتي ووفد من جمعية الفاتحية في طليعة موكب من ملايين من المسلمين برا أتوا برا وبحرا وجوا وإن أنسى فلننسى أبدا مول خاطر ورد في قلوب الزوار وهو منظر مسجد شيخ الإسلام قد أقبلا عليه الحباب آتنا من كافتي أنحاء العالم كافتي أنحاء العالم والمنظر قيد النواضر لا يشبعو فيه رأي تطلو عن ولا يزداد به إلا بتيهاجا أقبلا عليه الحباب آتنا من جمعية الفاتحية في أجلك ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر ذلك المكان الطاهر المقدس الذي بجله الذكر الحكيم وعظمه وحث النبي الكريم على توقيده وتكريمه وزيارته وهو مسرى الرسول الكريم على نحو ما جاء في سورة الإسراء حيث يقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم كذلك يجيء هذا الاحتفال بيوم القدس ليجسد اهتمام جمهورية السنغال بصفة عامة واهتمام فخامة الرئيس الأساس عبدالله واد بصفة خاصة بالقدس وبالقضية الفلسطينية وبضرورة إيجاد حل نهائي وسلمي لها وذلك من منطلق ترأسه لمنظمة المؤتمر الإسلامي ودوره المشهور والمشهود والمقدر في هذا الخصوص ومن المعلوم بالطبع أن منظمة المؤتمر الإسلامي إنما أنشئت في الأساس كرد فعلا على قيام العصابات الصهيونية بإحراك المسجد الأقصى في عام 1969 ولذلك فإنه لا غروة أن احتشدت كل هذه المعاني وتعانقت كل هذه المغازي والدلالات في إطار هذا الاحتفال المبارك بيوم الأقصى فضيلة الشيخ الناطق الرسمي باسم الخليفة أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة السيدات والسادة الضيوف الكرام إننا كسفراء عرب نود أن ننتهز هذه السانحة لكي نؤكد على الطابع المركزي لقضية القدس الشريف بالنسبة للأممية للقدس الشرقية المحتلة فضيلة الخليفة أحمد نياس خليف الشيخ الإسلام حفظه الله فضيلة الشيخ محمول نياس الناطق الرسمي باسم الخليفة في حفظه الله سعادة السيد والي كولخ ممثل فطامة الرئيس عبد الله والي حفظه الله أصحاب السعادة أخواتي إخواني الفضور الكرام أتقدم لكم بكل التحية والتطهير والإعتزاز لجهدكم المستبر في دعم القضية الفلسطينية ونحن نجتمع اليوم بفضل هذا الجهد الذي ينم عن إيمانكم الكبير بالله عز وجل وعضي في دعم القضية عن المسيح لكرة وضع المسيح لكبر عظم الظلم والمحن مع الظلم فضل الله سنغال اشتركوا في القناة وحيدة سنغال من فريق الله وحديث على هذه الحالة مع الملتبع ومن شكرا سنغال ومن شكرا سنغال وممتبع اتمنى وممتبع الملتبع أتمنى أعلاق ترجمة نانسي قنقر في المساوز يجب عليك الغرور على إلغاء الغرور على الغرور على إلغاء المساوزين وغزها. درجمة نانسي قنقر في الواضحة المتابعة من أحسن الوضع في ترجمة نيو ويقع. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وكان معهما ميثاقا إيمانيا أن كل من الأقطار سلاسة وكانوا جميعا تحت السيطرة هنا تحت فرنسا وفي لبنان تحت فرنسا وفي القدس تحت الانتدار البريطاني تعاهدوا وقلت على أن أي قطر يستقل قبل القطرين الأخيرين تعدت كل الخطوط الحمراء ولأن ما تقوم به حكومة الإحترال الإسرائيلي من حفريات في باب المغاربة ومن شق للأنفاق تحت المسجد الأقصى لبناء الهيكل المزعوم يعتبر جنمة نكرى بكل المقايز والأبعاد عذا كونه يشكل تعديا سافرا على مقدسات المسلمين وحرماتهم واستفزازا صارخا لمشاعر مليار ونصف مليار مسلم ومواصلة للنضال المستميت الذي أسس له وتولاه الشيخ الإسلام الشيخ الحاج إبراهيم ياس وبذل في سبيله كل غال ونفيس وخلده في كتبه ورسائله وخطبه ذو دواوينه وربى عليه أبناه وأتباعه ومريديه وتأسيا بما قم به الشيخ وأصابه وأمر به فإننا نحن أتباع الشيخ الحاج إبراهيم ياس رضي الله عنه القادمين من شتى أنحاء العالم والمجتمعين هنا في يوم القدس المنظم بمدينة الشيخ في كولاخ تزامنا مع المورد النبوي بحضور وفود سامية من مختلف الدول العربية والإسلامية وبمشاركة مبثلين لعديد المنظمات العربية والإسلامية والدولية نؤكد قياما منها بالواجب الديني والإنساني والأخلاقي في هذا الإعلان التاريخي الصادر في هذه المناسبة الغالية على ما يلي والداعمة المقاومة والرافضة لكل مظاهر التطبيع المجاني مع المحتل الإسرائيلي أننا لن نكل ولن نمل من فتح المخططات الصهيونية وتعريتها وكشفها ولن تفتر عزائمنا أبداً في الدفاع عن مسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وفي دعم الشعب الفلسطيني المجاهد المناضل الصابر في جهاده ومعركته التي هي معركتنا جميعاً ضد المحتل الإسرائيلي الغاضب الذي عم خطره بقاع العالم ذالذاً نلزم قادة المسلمين بأن يقوموا بدورهم تجاه المسجد الأقصى للحيولة دون تهويد القص وأن لا يقفوا عند مجرد الإدانة والشجب والإستنكار وذلك باتخاذ قرارات عملية جادة دون توان أو كسر مع تغيير منهج الإسرائيلي العمل وطرق مواجهة المحتلل الإسرائيلي الحاقد المدعومة بكل وسائل القوة من المجتمع الغربي ومن اللبوب الصهيون العالمي ومن اللبوب الصفرات الانتقال ويغمانة المنزل بمخارجتها من الجنال ويغمانة على الملشف لتحصول على المشاهد المصدر ويغمانة المنزل بمجرد السلام ترجمة نانسي قنقر 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 موسيقى ولكن بسببا له المسلمين وصول الرجاء من الشيخ الإسلام والإلخ إبراهيم لن يستطيعون النية لن تجربينه لن تجربين للعجلة لن تجربينه نظرنا اليوم والنحدة لكنا ن التعب في حاول性 لكنا تجربين نتعاليوا تكلمين ونجد أكملنا نجربين نحن نسعر برسبباً لن يجب أن نقوم بإمكاني معكم من قبل أن نشاء المتحدة ليس نعمل بصدقاء يجب أن يتكلمون ويجب أن نحن نقوم بسيطة والنساء لا يجب أن نقوم بسيطة وأن تكون سمينة مزاريون Можно يتكون الوصف على حيث لا يتكون لديهم لأسiktين يا توبي ويساعدًا وليمه ربنا ويساعد الوصفة وقطعه ทيعل كيف قلت بكم تشعرر؟ هذا هو في عالم العالم ومع نقل بكم ومع ايضا، يمعم you ومع نظرر ومع صفة معذي سيد على قدة لأننا جدت المترجم للقناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة 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 رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ملكي ومدين والسلام على سيدنا لفمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين أفضل من قال في أفضل ما قالت بناء بيوت الله في بيوت أذنى الله أن ترفعه ويذكر في أسلس نصبق لهم الزهاد بالغدو الأساني رجال لا تهير ديارة ونبع عزيزة الله وربي الله عن فحابته وآل بيته السادة القادة الأبطان وعن خليفته وحامل سره ووارد سره وجاره القطب المكتوم والخاتم المحمدي المعلوم ما أقام المؤمنون بدعمه للنزاجر وبعده فإلى كافة منظمة هذه البلدة هذه البلدة مدينة من رجال ونساء وأكوان وأحباب سروان وغير سروان ممن أجابوا داعي الله وفارقوا الأهل والأوطان وكابدوا الحجارة والحفا والرمال إذ اتغاء رضوان الله والذين وما بذلوهم للجهود بهذا المفعى المشهور والتجارة التي لم تبور سلام يليه يحافي كمال الإيمان وزحية مضحوبة بالممن والفوز والرض والعافية والإحسان عن مدد مولانا الخطم التجاني سيدنا أحمد رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين من كاتبه إليكم نحبكم حقا إبراهيم بن الحاج عبد الله التجاني عمله الله بفضله في الدارين وبعد فإني أسأل الله تعالى متوسلا بذاته وصفاته وأسمائه وبنبيه وسره وكافة حزره من أنبيائه وسائر أوليائه أن يتقبل منا ومنكم هذا السعي وأن يعطيناه وإياكم أوفر نصيب في الدارين من العافية والإكرام والإحسان والسعادة والرضوان والمحبة والغنى الحسن والمعنوي والبركة في كل ما دق وجل من سائر حركاتكم وسكناتكم والله يطر أعينكم في هذه وتلك والله يرفعكم في هذه وتلك والله يقضيكم في هذه وتلك والله الله يقضيكم في هذه وتلك والله يحسركم بشكره الجميل في هذه وتلك والله يرزقكم العلم النافعة في هذه وتلك والزرية الصالعة الطيبة المباركة والله ي القينا ما وعدنا على لسان نبيه في سبيل في هذه وتلك والرهم في الله محمد وعلى آله وصحبه وصلم ينسي دموة مرور وضع كريال لبينه يقال من المنهة بكمنسي جانبه وقمه وعليه يكي يكي همي موجود رابط موتهه المترجم للقناة 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 سلام المصوري والدراقين المترجم للقناة نعم المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة ترجمة نانسي قنقر 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 وفي هذه الأيلاك كانت مجددا فقط وفي هذه المعيشة التي يتحدثت من أحدث تلك الأكثر من الأكثر فقد أقول أنها كثيرا تلك الأكثر أسهل المسيحة المسيحة محطة وستخدمة تتلقى المسيحة محطة المسيحة المسيحة محطة الآن ويجب أن تتخلق كيفتك جرائنة ليس مثل كل ما يبارك من ألبسه سواء منذ أين يكون قولنا أما أصبح مجموعة في أفريق ويشترون في البعض خذ أخذت بديو حلونا المصدر سيــــــــــــى المصدر سيــــــــى المصدر سيـــ أولAM المصدر لأنها كذلك تجلrok سومфوزان تجلق ب القرآن ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قليلاً فأثرت نقول In dann نقول. عمالين من البيتسيات من الثدية ومنوا دراء العزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزان لذا كانت أدافتي فإنها أن أتزالتفكять فإنها مستطعي فإنها مستطعي وهنها مستطعي فإنها لنقضي نعم يحيط على أعطاء الهياء ويحيط على أكسال الهياء ويحيط على أولاً العديد الذي يتعلق بحفرة سبب بخشه لأن المعارضة عندما كلمة وกقد نعود بجاند وقد نحن نعود بجاند والمعارض وينبلغ بجاند وقلق ونبغرة وقم حبث ترجمة نانسي قنقر 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 سيدنا أغرر نانسي قنقر 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 ومن وجوده نانسي قنقر 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 معنى نانسي قنقر 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 سبحانه لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحقيم اللهم إنا نسألوك أن تهيئ لنا من أمرنا رشدا ونصلي ونسلم على بدرة الوجود وسر الإيجاد سيدنا محمد بن عبد الله الذي كان نبياً وآدم منجدل في طينته الذي أتانا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ورضي الله عن صحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا ومولانا ومددنا وسر مددنا قطب الوجود وعالم الشهود شيخنا ومولانا والإيجاد ورضي الله عنه ورضي الله عن منبع الفيضة ومسير أنهاره وناشر أسراره ومعلم كل من تعلم تحت حظنه شيخنا ومولانا الحاج إبراهيم بن حاج عبد الله نياس أيها الإخوة فنحن لو صح أن نقول لقلنا ما قاله الشاعر إذا لما تعجب عن أمر ما وحاول أن يتكلم عنه فأعجزه الكلام فقال إذا اشتد ما بي كان أفضل حيلة له وضع كفي فوق خدي وأسكت نحن أيضا في هذه الليلة لو كان يمكننا أن نضع كفنا على خدودنا ونسكت فقط لكان ذلك من أجل تعظيم موليد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظروا إلى هذا الجمال المحمدي وانظروا إلى منبر الشيخ إبراهيم حيث كان يجلس حيث كان يجلس والأنوار تشع من وجهه بحيث يراه المقبل والمدبر كل يرى عينه ووجهه الباسم المنير وكل يمتد حسب طاقته أيها الإخوة نهنئكم ونهنئوا نفسنا كما قال المتحدث الرسمي باسم أسرة الشيخ إبراهيم مولانا الشيخ محمد المأمون إبراهيم نياس جماعة بزامو دادئبا زامو فارا دا جوديان واندبائياك زوا مدينة دا دکا نعذر دا شكرا أحيان منعمو مرحبا منعمو لا لأي منعمو 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 دك بك احيان من دونيها من الظاقير المنجل الشيخ إبراهيم شيخ إبراهيم أبدا يوكي صوم أطراع بائي اللي ازاما ماسوه يمع الله ازاما ماسوه يمع الله اتما كيجون احدا كي اصحا شوية يمع ذكي 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 وانا شين ابنة شيخ إبراهيم irsty ابنة مší آيwiadani وانا وانا مفيد وانا هادرا اناا سو انكيما شيخ إبراهيم percent وانا بلاي متاني نجين واناا الوك -"ش:" هكرة ه خطئ وتع Lancaster ترجمة نانسي قنقر مع صور الإصابة وصورة ، وغير منافعة لما يتعرض الشيخ إبراهيم كما قال أنه والرسول سعر فعل النبي يغير الشيخ وأن هذا أن يتوقع للعب الناس وأن هذا يجب أن يكون الشيخ فقد تدخلوا صحبة الخليل تسابقوا إذن فهذا الوعد يتحقق إن شاء الله وبافتتاح المسجد سيتحقق كثير من الخيرات ولكن بعض الناس كانوا يفسرون كلام الشيخ عندما قال بأن المسجد إذا انتهى تنتهي المشاكل نعم ستنتهي ولكن إذا أحيينا المسجد بعد تبشينه بالصلاة فيه والذكر فيه والتلاوة فيه والتعليم فيه والتسبيع فيه فإذا فعلنا ذلك فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يحقق لنا كل هذه الأمال لأنه يقول ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا إذن بشراركم يا من حضرتم افتتاح هذا المسجد العظيم المسجد الذي كان حلما تحقق بكم وبنا فنجل الله تبارك وتعالى أن يسجد قطانا دائما لما فيه خير الدنيا وخير الآخرة إنه نعم المولى ونعم النصير هذه قصيدة سنوية أنشأتها بهذه المناسبة أقول فيه أضاء سناء البدر في كل مرصدي وبان جمال المصطفى خير مهتدي وعم ضياه سائر الأفق إنه ربيع رسول الله أفضل مرشدي تبدى فيا أهلا وسهلا ومرحبا بأفضل مخلوق وأكرم سيدي فميلاده قد جد فيه رجاؤنا بنيل الأمان في فخار وسؤددي ففي يب هذا الشهر جاء مخلص كريم السجايا لن تراه بمشهدي نبي صدوق صادق ومصدق أتى منقذا للناس أفخم محتدي جميل كريم باهر الحسن قائد رصين جواد فائق كل أجودي صفوح عن الزلات شهم وماجد أتى مفردا قرما به الكل يقتدي لقد جاء بالإسلام من عند ربه لينشره في الأرض بشرى لمهتدي مبادئه التوحيد والرشد والهدى وتطبيق دين الله أعذب موردي هو الدين عند الله لا دين غيره وقد جاء بالإصلاح في خير مرفدي لقد حاولوا دوما قضاء لديننا وقد فشلوا في حلهم وكذا العقد وكانوا لنا كل الشتائم جملة تشيب لها الولدان والكل يعتدي وقد سنعوا قولا وفعلا وقد بغوا أصروا على الحرمان والبغض والحرد فلو درسوا الإسلام دانوا لفضله وكان لهم نصر من الواحد الفرد وقد فاتهم خير كثير لأنهم تمادوا على الإدبار والبغي والحقد أفضل خلق الله أكرم عابد منير الدياجي أنت أفضل من يهدي ندين لكم بالشكر في كل لحظة ونبقى على الإيمان رغم ذوي العندي فما خاب من أنتم إمام حياته يدوم قرير العين من غير ما جهدي يتم له التيسير والهدي والجدى ينال عطاء الله في كل ما قصدي فما عرف التاريخ مثل نبينا ولا مثل للإسلام دين النبي الهدي ألا اعتصموا جمعا بحبل إلهنا تكونوا دواما في نعيم مؤبدي ونجني ثمار الحب في الله ربنا نراقبه حقا بغيب ومشهدي سلام على كنز البرية كلها سلام على من دينه خير معبدي سلام على هذا النبي رسولنا سلام على نور الإله المخلدي سلام عليه من إمام مسيرنا وذلك رمز الحق دون تردد سلام عليه من مدينة كولخ مقر خليل الله حب محمدي إلهي فاحفظنا وقو رجاءنا وخيب رجاء المدبرين عن أحمدي أيا ربي يا قهار حقق طموحنا وكن حصنا رباه من شر ما يردي وعمر لنا يا ربي مسجد كولخ بذكر وتسبيح إلى غاية الحشدي وتبقيه رمزا للسلام حقيقة يكون مدى الأيام أمنا لمرعد وتجعله يا ربي للعلم معقلا وسينه بالذكر الحكيم وبالورد محقق رجاء الشيخ فينا جميعنا بجاه النبي المختار أكرم من يهدي وجاز إلهي من سعى في بنائه وتعطيهم الآمال يا صادق الوعد بجاه أبي إسحاق برهام قدوتي فقد كان نعم العبد أعظم منجد صلاة وتسليم على البدر حبنا وآل وأصحاب النبي المسدد بقدرك والمقدار ما قال طامع أضاء جمال البدر في كل مرصد حق قدره ومقداره العظيم شكرا الحمد لله وبعد فإن المناسبة أعظم ما يفعل فيه هو تذكر خصائص الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وفضائله مما اختص به دون الأنبياء اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تمهيد إن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصائص شخصيته الفذ حافلة بالكثير من المواقف والدروس التي لا يمكن لأحد التعرض بسردها في جلسة أو جلسات عدة بل يتعذر ذلك ولكن يمكن اقتطاف جوانب مهمة مستخلصة من سيرة إلى عطلة تستعي وقوفنا عندها وقفة تأمل للاستفادة منها وإفادة السامعين لقد درجنا في كل مناسبة من مناسبات الاحتفال بالذكراه الند على انتهاج هذا المسلك الخاص عند تناول سيرته صلى الله عليه وسلم وخصائص زيادته على المألوف لدى السامعين سائلًا الحق تبارك وتعالى التوفيق في اقتفاء آثاره والاقتداء بسنته للقولية والفعلية إنه سميعٌ قريبٌ مجيبٌ كمال الخلق اتصف كمال خلقه صلى الله عليه وسلم بأربعة أوصافٍ السكينة التي تصحبها الهيبة الهيبة صلى الله عليه وسلم فقد كان مهيبًا في النفوس حتى ارتاعت حتى ارتاعت رسل كسرًا من هيبته مع تيادهم على صولة الجبابرة في حق من يرسلون إليهم من يرسلون إليهم لكنها هيبةٌ يصحبها التواضع والسهولة لقد جاءه إنسانٌ ونظر إليه بمجرد ما رآه ارتعدت فرائصه فقاله النبي صلى الله عليه وسلم هوبٍ عليك إنما أنا ابن امرأةٍ من قريشٍ كانت تأكل القديد بمكة محبوبيته صلى الله عليه وسلم في قلوب من صحبهم استحكمت فيهم محبته حتى لم يجافه مصاحبٌ ولم يتباعت منه مقاربٌ وكان أحب إليهم من الآباء والأبناء بل من أنفسهم حسن قبوله صلى الله عليه وسلم كان قبول منظره مستولياً على القلوب لا أن يستعبد يستبعد معه نفورٌ يستبعد معه نفورٌ منه أو وحشةٌ في مجالسته ميل النفوس السليم إلى متابعته وموافقته لكون توجيهاته وإرشاداته تناسب ذوي القلوب المخلصة الصافية ويرونها مكملةً فيهم ما نقص منهم خصائصه صلى الله عليه وسلم التي اقتص بها دون الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وهذه الخصائص منها ما اقتص به لذاته صلى الله عليه وسلم في الدنيا ومنها ما اقتص به في الآخرة ما اقتص به في الدنيا العهد والميثاق على الأنبياء من الله بالإيمان به ونصرته وأخذهم ذلك العهد والميثاق على أممهم قال تعالى وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ثانيا كان النبي يرسل إلى قومه خاصة أو إلى آل بلدة أما هو صلى الله عليه وسلم فقد أرسل إلى الناس كافة إنسهم وجنهم عربهم وعجمهم قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ختم الله ختم الأنبياء ختم الأنبياء به صلى الله عليه وسلم والرسل الكرام صلى الله عليه وسلم والسلام قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ويقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنا العاقب الذي ليس بعده أحد الرحمة المهدات للخلائق أجمعين مؤمنهم وكافرهم إنسهم وجنهم رحمة مهدات خاصة للمؤمنين قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم ورحمة عامة للخلق إذ قيل له صلى الله عليه وسلم أدعو الله على المشركين فقال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة صلى الله عليه وسلم إنه من أجله أمهل عصاة أمته ولم يعجلهم الله بالعقوبة إبقاء عليهم بخلاف من تقدمه من الأنبياء والرسل فإنهم لما كذبت أممهم عوجل مكذبهم قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون واعلموا أن فيكم رسول الله استدل بهذه الآية بعض العلماء على معيته لأمته صلى الله عليه وسلم حتى بعد انتقاله إلى البرزخ الأعلى لورود كلمة اعلموا للتنبيه إلى أن ذلك هو الواقع فعلا لم يقسم الحق تبارك وتعالى بحياة أحد من البشر إلا هو صلى الله عليه وسلم وهو من قصائصه العظيمة قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون والإقسام بحياة المقسم به صلى الله عليه وسلم يدل على شرف حياته وعزتها عند المقسم به وهو الحق عز وجل نداؤه بوصف النبوة والرسالة قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ونهى أصحابه عن مناداته باسمه فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ثم يتبع هذا الأمر الرباني ثم يتبع هذا الأمر الرباني بقوله عز وجل عز من قائل فليحذر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم بخلاف ما خاطب به الأمم السابقة سالفة أنبياءها قالوا يا موسى دعو لنا ربك يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء إنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم يقول صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا وفي رواية أعطيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه والفواتح هي استخراج المغلقات التي يتعذر على غيره الوصول إليه والجوامع والجوامع هي المعبرة بها عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة وخواتم الكلم هي الكلمات التي لا يخرج عنها شيء عن طالبه مع عذوبتها وجزالتها واستفائها مع حسن الوقف ورعاية الفواصل ومن نماذج ما أشرنا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كأشنان المشت اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه إذهب في الدنيا يحبك الله وإذهب في ما عند الناس يحبك الناس خلود معجزة القرآن وحظه كانت معجزات الأنبياء قبله وقتية انقرضت بانقراض زمانها لم يبق منها إلا الخبر بخلاف القرآن الذي هو أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم المستمرة إلى قيام الساعة وحفظه الله من التغيير والتبديل والتحريف قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وعصرنا الحديث باكتشافاته المذهلة كاشفة يوما بعد يوم عن مدى حجية القرآن على الأجيال السابقة واللاحقة وبقائه معجزة خالدة شاهدة على كل عصر إلى قيام الساعة الإسراء والمعراج أسري به ببدنه وروحه يقظة إلى بيت المقدس بإيليا ثم عري به إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله وتضمنت هذه المعجزة كرامات كثيرة منها تكميله ربه وفرض صلوات الخمس ورؤية آيات الله إمامته للأنبياء في بيت المقدس سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إنه السميع البصير ثم تدنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى لقد رآ من آيات ربه الكبرى مختص به في الآخرة دون الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام أولا الوسيلة الوسيلة وهي علم على أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا عبد واحد من عباد الله وهو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذنة فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا لله سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو لعبد الله فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة المقام المحمود الذي يقومه يوم القيامة فيحمده الخالق عز وجل وكذلك الخلائق قال تعالى ومن الليل فتهجت به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهو مقام الشفاعة لناس ليريحهم ربهم من عذاب ما هم فيه من شدة ذلك اليوم وله شفاعة أخر يوم القيامة منها شفاعته في افتتاح باب الجنة يقول صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول ربك ربك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك شفاعته في تقديم من لا حساب عليهم في دخول الجنة قال صلى الله عليه وسلم سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل من أمتي سبعين ألفا على صورة القمر ليلة البدر فاستزدت قال مع كل ألف سبعين ألفا الشفاعة في من استحق النار من الموحدين أن لا يدخلها الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار الشفاعة في رفع درجات ناس في الجنة وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعوا بإحسان إلى يوم الدين صلي يا ربنا وصلي يا ربنا وسلم على ما هو للقلق رحمة وصداء وصلي يا ربنا وصلي يا ربنا وسلم على ما هو للقلق رحمة وصلي يا ربنا وصلي يا ربنا وظلم على ما وولي القلق رحمة كيف ترقى رقيك يا ربنا وفي كل أنبياء يا سماء أنمط ولا دا سماء وصيف ترقى ربيك وصلي يا ربنا وظلم على ما وولي القلق رحمة وصلي يا ربنا لم يساوك في علاق وقرحا لذنا منك دونهما وغناء يا ربنا وظلم على ما وولي القلق رحمة وإنما مازل صباتك للناسك ما مازل النجوم الماء وقربنا وذا دمئنا ما وولي القلق رحمة وانتم الضوء كل صيل وولي الفماط ضر إلا عن دوئك لا أضواء وولي العربنا وذا دمئنا وولي القلق رحمة وذباء لك ذات العالم من حالي من خيب ومن حالي آدم لا أسماء وولي العربنا وذا دمئنا ومن حالي من حالي من خيب وولي القلق رحمة ومن حالي من خيب وما مازل صباتك للناسك ورسل الله وذباء وما مازل صباتك للناسك اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر الله 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 وليل خلق رمضان وذلاء وحبسا إخدو شؤدد وفخارنا أنت فيه يتي مدلاء أصماء ولي أربنا وذالي مداما وليل خلق رمضان وذلاء ومهيئن كسمصمين كمضيون أصفرته ليلة خراء ولية ربنا وذالي مداما وليلتة أيها ليلة في البعاث أشد الناس في الهاث بصيرة سيد الناس هنا وإلى الله هنا وفي هذا المجال قد أجوز بل أصر لا أهدا يجاريه ولا فردا يذاهم بيء ياثي هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله أبو إسحق عبد الله وجانا لا إله إلا الله لا إله إلا الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر